الله تعالى بقى نروح للمونديال ملف الأبرز حاليا طبعا والأهم زي ما بتقالي وللأسف أن أنا حبدأ بكلامي عن المونديال وفكرة هنا المنتخبات العربية المشاركة يمكن البداية كانت لي المنتخبات العربية كانت قوية جدا جولة الأولى كمان تحديدا ما كانش فيه أفضل يعني نقدر نقول حاجة لكن السعودية مثلا لعبت بشكل رائع جدا لكن الجولة التانية مبارح خسر المنتخب التونسي طبعا أمام أستراليا بهدف ولعب مباراة كمان بعيد عن مستوى تماما يعني اللي هو قدمها لنا قدام الدنيمارك لو احنا هنقارن دي بي دي كمان خسر المنتخب السعودي أسف الشديد أمام بولندا بهدفين لكن الحق يقال السعودية لعبة حلوة قوي يعني تاني مش مهمة قوي طبعا المهم لو أنت بتكلم عن المونديال بس ما يزعلنيش أن أنا لو المنتخب اللي أنا بشجعه خرج بس لعب وحش يعني لعب وحش وخرج لا تبقى كارسة بس عمل اللي عليه بجد وقدم كورة حلوة وما توفقش في الآخر لكن فعلا السعودية الحق يقال مبارح لعبة لعبة كويس جدا يعني أولا هي بتلعب أمام فريق قوي جدا مش خصم سهل زي ما حضراتكم عارفين عنده نجوم عديدة نجوم عالمية في أنداء قوية جدا سأتكلم عن الحارس مثلا تشينزي اللي بيلعب في اليوفي لعب الوسط اللي سجل الهدف كمان زلينسكي بيلعب في نابلي عندك ليفاندوفسكي مهاجم البارسة يعني مش عايز أنزى ده فرق تانية دي مش عايز أنزى حد بس لكن انت أمام منتخب متمرس جدا في المنافسات القرية ومع ذلك لو كان برضو إلى حد المال أشقاء في المنتخب السعودي موفقين شوية كانت المباراة يعني برضو كنا نقول تعادل حتى نفسك دي أوزع لبعض المرشدين طبعا على العموم يعني لست في فرص للسعودية تحديدا اللي وحنا هنتكلم عن السعودية قائمة في التأهل بشرط هنا أن هي تفوز بقى على المكسيك في الجولة الأخيرة نتمنى ذلك ونفس الأمر برضو لو رحنا منتخب تونس اللي حيلاعب مفروض فرنسا برضو على حد معلوماتي لكن على الورق مهم أعتقد حتكون صعبة جدا أنك تكسب منتخب مصنف زي فرنسا برضو منتخب فرنسا تقيل جدا رغم أن ناس كتير قبل المونديال قالت لك مع الغيابات اللي حصلة والفريق ومنتخب مش هو هو مش دي فرنسا بتاعت المونديال اللي فاتوا بتاع بس ستيل انت عندك أسماء كبيرة جدا كفاية من بابي لأ ومنتخب فرنسا ومنتخبات المصنفة والمنتخبات التقيلة ومن المنتخبات كمان اللي ترشح اسمها أو توقع توقع الناس أن هي ممكن تفوز كمان بالمونديال فهنشوف العرفة يعني إلى حد كبير المشكلة إنجاز أن احنا نسميها بمشكلة أن السعودية مع المواتش الأولاني اللي لعبته ضد الأرجنتين خادت توقعاتنا وطلعت بيها لسابع سماء وحقيقي كان في حالة من يعني ايه من التفاؤل عند العرب في كل مكان وحسنا أن فعلا وإحنا يعني مش بعيدة يعني الحكاية مش بعيدة وعلى فكرة هي فعلا مش بعيدة وحقيقي كلام اللي بتقال على الأداء المحترم اللي قدموا المنتخب السعودي حتى هذه اللحظة برغم الخسارة في لقاءهم الأخير الحقيقة عملوا جيم هايل جدا ووررونا إنهما عندهم كرة متقدمة بشكل كبير وقدروا من خلالها إنهما يوقفوا قدام منتخبين بالثقل ده وبالزخم ده ما هذا كما من النجوم والحقيقة عملوا شغل أكتر من رائع عملوا آه بس أنا وإنت قلنا النقطة دي وشتبعا إحنا بس يعني يعني إعلمين لا فينا كتير تحدثت في هذه النقطة تحدينا قالت لك السعودية ضربة البداية القوية دي يحتكون خير على اللي جاي يحتكون نقطة وقوع أو نقطة سقوط إنت إزاي لما بتوصل لقمة سهل بس أحافظ على قمة بتاعت دي إنت فصت تقريبا أقام وجهة نظري وده الواقع يعني هي الأرجنتين كانت أقوى المجموعة أنت عديت من أقوى المجموعة جيت على بولندا ويتشيز برضو منتخب أكيد قوي بس ما هوش أقوى من الأرجنتين لو أنت كلمت بلغة الورقة أو الألم ما حققتش ده قدامها فعشان كده كنا بنقول حتى ضربة البداية القوية كان لازم نحافظ عليها ما نبالغش قوي في السعادة بس برضو بحكم أننا منتخب عربي والسعودية وحاجة برضو غير مسبوقة والناس كلها كانت متوقعة حاجة مش حلوم قوي على الناس أن هي فرحة بس للأسف يعني ده كان إلى حد من الواحد متخوف منه أنه هو يحصل لسه في آمل يا نهاية واندو إن شاء الله ربنا يكرم كده ويفوزوا على المكسيك ويصرفونا نتمنى والله كده يبقى في النهائي عندك منتخب عربي يعني ممكن في الوقت حد يتفرج عنه يقولك يا عم روحه بس ممكن هو نوز يعني أو زي ما بتقال ايش عرفك قد يقول ما احنا شفنا منتخب عربي زي منتخب السعودية وشفنا عمل ايه في ماتش زي ماتش الأرجنتين يعني الحكاية على فكرة قريبة يا حضراتي لحد كبير بس هي ما تفهموش بأهل يعني ده موروث عندنا أن فكرة أنه عندنا منتخب عربي يوصل حتى للمربع الدهبي في أي مونديال من المونديالات الفكرة دي مستبعدة عند ناس كتير احنا بقت عندنا نزعة انهزامية نتيجة حاجات كتير لكن بقينا في الفترة الأخيرة نشوف كرة حلوة بتتلعب في دوريات عربية مختلفة ولا سيامة دوري السعودي بالمناسبة اللي بتتلعب فيه كرة زي الفل وشفنا كلنا الأداء هنرجع ونقول أداء بأكتر من رائع وأكتر من محترم من منتخب السعود